السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وياهل وياه مرحبا بالجميع قبل ما نبدأ هذا الفيديو وقبل ما نقول اي شيء اعذروني على جودة المقاطعة السيئة انا حاليا مسافر وجالس استخدم اللابتوب القديم عشان العب واصور الفيديوهات فالجودة بتكون اقل من المقاطعة الماضية لكن بحاول اني احسنها باكبر شكل ممكن طيب نرجع لموضوعنا في كثير ناس يسألوني كيف اجيب فلوس بالاونلاين ولحد الان هذا يعتبر من اهم الاسئلة باللعبة فاذا تبير جواب البسيط هذا الاسبوع فيه ثلاث اضعاف الارباح على مهمات الوتيشوب وهو شيء جدا نادر انه يصير فاشتري الوتيشوب ولعب المهمات بتطلع ملايين بوقت جدا قصير يعني تقريبا مليونين خلال ساعة واحدة بسبب عروض الاسبوع الحالية اما اذا كنت بتجواب بشكل تفصيلي اكثر فخليك معي دقيقة او دقيقتين اشرح لك السلفة بالكامل هذا الاسبوع فيه خصم على كل اماكن مبنى الوتيشوب وصار السعر بمليون تقريبا وهو افضل وقت عشان تشتري المكان وبعدها بتكمل الاشياء والمهمات الاساسية المطلوبة بينك وبتفتح لك هذه اللوحة اللي تقدر منها توصل للمهمات وتختار المهمة اللي تبيها بالوقت الحالي اي مهمة تلعبها بتاخذ نصف مليون فلوس تقريبا واذا لعبت مهمة البنك بيجيك تسعمائة الف فلوس تقريبا لان بعد ما تخلص المهمات بينخصم شوي من الارباح للمعمال والمسؤولين عن المكان والنظام في الوتيشوب صار زي كذا اي مهمة تلعبها لازم تنتظر فترة بسيطة عشان تقدر ترجع تلعبها مرة ثانية لكن باقي المهمات بتكون مفتوحة عندك وتقدر تلعب اي واحدة تبيها في فترة الانتظار واذا شغلت مهمة بالغلط او ما عجبتك المهمة الحالية كل بساطة معلق غير تطلع خارج المكان وتتصل على البنت سي سانتا وتطلب منها إلغاء المهمة وبتجيك ثلاث مهمات جديدة ومختلفة كل واحدة من هذه المهمات تاخذ ما بين 20 الى 25 دقيقة عشان تكملها وداخل كل واحدة في مهمتين صغيرة لتجهيز الاغراض والمهمة الاساسية بتفتح بعد ما تكمل الاثنين اللي فوق بأي ترتيب تبيه يعني مضرورة تلعب اللي فوق اوالشي وتقدر تبدأ من الثانية لكن الاهم انك تسوي الاثنين عشان تفتح الاساسية ومرة ثانية المهمتين الصغيرة مع المهمة الاساسية كلهم مع بعض يحتاجوا 20 دقيقة عشان تكملهم يعني كل ساعة المفروض تقدر تسوي ثلاث مهمات واحدة حقات البنك ب900 الف ارباح واثنين عشوائية ب500 الف بارباح توصل لمليونين تقريبا كل ساعة وتقدر تلعب كل المهمات لحالك بدون مساعدة اي شخص لكن في مهمات سهلة وفي مهمات صعبة والطريقة اللي تسوي فيها المهمة راجع لك بالنهاية وحاول دائما تشوف اذا مهمة سرقة البنك موجودة عشان تاخذ اعلى ارباح في اقل وقت اذا ما كانت عندك معلق غير تبدأ اي مهمة وتتصل على البنت وتسوي الغاء لهذه المهمة بعدها بترجع وتشوف مهمات جديدة واجدت تسوي نفس الحركة كل شوي حتى تجيك مهمة البنك وهذه كانت سالفة الوثوشاب كثير منكم يعرفها وكثير منكم عنده هذا المكان لكن حبيت اشرح الموضوع للاشخاص الجدد على اللعبة او المطفرين وما عندهم طريقة يجيبوا فيها فلوس مهمات بسيطة وارباح جدا مرتفعة بسبب عروض الاسبوع وثلاث اضعاف الارباح اعطاكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك واشوفكم فيديو جديد بإذن الله